أخبار مختلفة اليوم على رئيس الجمهورية خطابه المرتقب شنوه بش يعمل رئيس الجمهورية في هذا الخطاب وقتاش بش يعلن عليه الخطاب وشنوه بش يكون فيه على خاطر آخر خطاب كان تقريبا في 13 ديسمبر اللي فات واللي أعلن فيه على الرزنامة الانتخابية اس كل يوم رئيس الجمهورية بش يذتر إلى تعديل الرزنامة الانتخابية اللي أعلنها في وقت سابق بتذر على خاطر ممشيتش الأمور بالنسبة للاستشارة الوطنية اللي خليت رئيس الجمهورية يسايب الانترنت بليش دايور منعرش فما انترنت بليش وقال لي قولولي كيفاش بالحق منعرش كيفاش تعمل فما كود تعملو الانترنت اسكو بالحق معناها معمولة كان للاستشارة تدخل بها الاستشارة بليش وإلا معناها بارتو تتنجم تكونكتي بتليفونك في أي حاجة تحبها الحقيقة ما نعرش خليبلي ديكموتة بش نعرفين معاكم زيدة سينو قلت بعد خليني يقول يعني ممشيتش الأمور بالنسبة للاستشارة الوطنية اسكو بشي بدل زعمة روزنين ما بشيقول بش نمدو مثال في الاستشارة الوقت آخر بش ما عادش نقضو احنا مثلا في 25 جميلة بش نعملو الاستفتة على مخرجات هالاستشارة هذية على كل في انتظار انه يعمل الخطاب رئيس الجمهورية نوردين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يصرح في ايفين ما صارت في تونس بانه وراه انتظروا خطاب لرئيس اولا ان عليش يقول هنا نوردين الطبوبي هذي حاجة عليش يعني المفروض الرئيس يقول بش يعمل غيطاء ثاني حاجة هذي يدل على انه العلاقات جيدة بين الطبوبي وبين رئيس الجمهورية تونك هو يعرف حتى مخططات الرئيس في اليومية القادمة ولا في ساعات القادمة اللي رأوا فما خطاب فبالتالي العلاقة جيدة وفما تواصل مستمر ما تتفكروا مع بعضنا وقت ما حكينا على قطيعة قطيعة منذ اشهر بين الاتحاد الشغل وبين رئيس الجمهورية بعد 25 جمهورية قادوا بارشا ما تقابلوش وما بعد تقابلوا مرة هذيك كانت يعني كان عناوين معناه في الاخبار وفي الجرائد وفي المواقع كسر هاك القطيعة هذيك وقطيعة كبيرة وعليش المفاجأة هو انه رئيس الجمهورية وقتها قلق رأنا احنا بتنسيق شبه يومي بالتليفونات ونحكيه ومنسقيه ومتفاهمين ومعناش مشاكل بنات بعضنا اليوم فما مكلمة جديدة بين قيس سعيد ونوردين الطبوبي المكلمة هذه قالنا عليها الاتحاد العام التونسي للشغل بينه رأوا اليوم صار اتصال هاتفي جمع قيس سعيد مع نوردين الطبوبي الاتحاد هبت بلغ والاتحاد رأوا ديما هي هبت بلغات ديما ساعتنا قاو رئيس الحكومة ولا رئيسة الجمهورية ما هبتوش ما يشلقوش نواليسار والاتحاد هبت ديما يهبت ويعلم المنظورين متاعو والمخارتين متاعو والشغالين والرأي العام حتى ساعات كيف مثلا مع الامارات مؤخرا المكلمة الهاتفية بين رئيس الحكومة متاعنا والامارات ما قلنتش عليها تونس لولا قلنت عليها وكالة الاماراتية وقالت رأوا معناها بتوسيع مقايس سعيد ومبعد بعد برشة ساعات معناها وقت لي خرجت الحكاية وسمعوا بيها في تونس وكل شيء رئيس الحكومة هبتت وفما شوي اختلاف بينها فما حاجة مش موجودة يعني في بلغ تونس موجودة في الامارات على كل رئيسة الجمهورية زادة كيف كيف ساعات نسمع بحاجة مكلمة تفية عملها رئيس الجمهورية مثل مع مسؤول نشعر فوين نسمع بيها البرة ومن بعد تضطر رئيسة انها تهبط نظرا لانه راجت الموضوع ذا في السوشال ميديا دونك الاتحاد يقول انه المكلمة حكيوا فيها على الوضع العام في البلاد تدعيته على الوضع الاجتماعي تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين والاتحاد يقول لكم انه من المنتظر انه يكون فما لقاء مباشر بين رئيسة الجمهورية قيس سعيد ونوردين طبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل من جهتها عابير موسي تعلن تقديمها شيكية ضد التزوير حسب تعبيرها والاستشارة تقول بيش تهز بودن وحكومتها الى القضاء عابير موسي اليوم تعلن وانه منذ اعلان قيس سعيد على الاستشارة الالكترونية الوطنية الحزب الدستوري الحر بعث عادل تنفيذ لوزير تكنولوجيا الاتصال حذروا من التتبعات القضائية رد بالك لو بش نشكيوا بيكم في حال تم وضع منصة الكترونية من اموال التوين ستقول عابير موسي كما تم ارسال عاد المنفذ لكل اعضاء الحكومة وقالت حملناهم مسئوليتهم ونجلبوا دنوا حكومتها بشيقفوا امام القضاء لاننا تقدمنا بشيكية في الغرض تقول عابير موسي وتعتبر وانه قيس سعيد لا يريد المرور الى الاصلاح وانقاذ تونس من وضعها المزري اللي قال ديني نعيش فيه ولكن تقول الهدف متاعه اليوم هو تفكيك ما تبقى من الدولة والاجهاز عليها على حد تعبير عابير موسي حرفيا تقول الهدف متاعه ايضا هو تطبيق ما يجول في فكره بخصوص الاستشارة الوطنية وتمطيط الفترة الاستثنائية ليواصل الهايمنة ويطبق المشرع متاعه الى غير ذلك تقول وانه حزبها تقدم بشيكية في التزوير في حليقة بالاستشارة الوطنية توضح وانهم اعلنوا بانه عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية بشوصل للمليون مشارك على خاطرهم بشي اعتمدوا على بطاقات التعريف الوطنية اللي بحوزة وزارة الداخلية على حد تعبير عابير موسي طبعا وتقول انه عايننا هذا بعد المنفذ وقدمنا شيكية في التزوير وبطبيعة الحال اللي هوني نحب نعمل اشارة بسيطة الى حدود اليوم قدش من واحد شارك في الاستشارة معناه الوطنية دي تقريبا 279 ألف يعني حوالي 280 ألف 280 ألف من 15 جانفي ومزيلوا ايش ما زيل 20 مارس اقل من نعرش الجمعة وشوي اقل من جمعتين 20 مارس يعني مزيل في عمرها 20 اذا كان ما مدوش فيها يعني التمديد متاع اذا كان انت تقول اليوم ووزارة الداخلية تاخد في بطاقات التعريف اللي عندها وقعدها تدخل على الاستشارة وقعدها هي يعني فما شكون يعني مكلف بالمأمورية هذية فما هوش بش يكون 279 ألف المفروض اذا بش تعمل حاجة كما هك بش توصل المليو على اقل اقل شيء مليو لكن 279 ألف روح كيف يرغم يعني بش انت وزارة كاملة ولا شكون يخدم معك بش تخدم عليها الموضوع دي من خلال هالتزوير هذية اللي تحكي عليه عابير موسي وتقول عينناه على مسؤوليتها تقول احنا عيننا هذية من خلال عاد المنفذ وقدمنا شكاية في التزوير وتقول لك ردوا بيكم من المس بفصول المنظومة الانتخابية قيس سعيد ما عندوش الحق يبدل حتى فصل في القانون الانتخابي على خاطر حتى حد ما عندو الحق في انه يملي علينا نظام سياسي معين وقيس سعيد حسب تعبير عابير موسي يعني ما عندوش الحق بش يحط قوانين دائمة واحنا في فترة استثنائية يعني ماهيش مخاولة ليه انو يحط قوانين دائمة وتقول موضوع الاستفتاء ليس بلا إليه والناس اللي طلعت على النص موضوع الاستفتاء تكون مافي بيلو حتى حد مايعرفوش اشن هو النص اللي بش يستفتوا عليه العبات وتقول حتى حد بالتالي ماهو بش يشارك فيها الاستفتاء ذي وتعتبر هذا تحيل وتزوير مسبقة